السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تناميز سنة الأولى متوسط اليوم أعزائي التناميز سنكمل معكم بكتابكم كتاب الدروس كتاب لغة فرنسية لصفحة 58 و 59 قبل أن نبدأ هذا الفيديو أعزائي التناميز لا تنسوش تدعموني بإعجاباتكم واللي أول مرة يدخل للقناة لا تنسوش تدعموني بإعجاباتكم لهم يجوديس سنة الأوديو يفعل ترس بشيوسو كون تدد وأها دائماً فتلاً وليس أعملاً هين بدأنا برات الله أعزائي التناميز سنة الأولى مرة أفهم نسي Pour votre santé, بوجئ Pourquoi الأنسية المدية de la santé OMS propose-t-elle aux États membres de marquer la journée mondiale de l'exercice physique le 10 mai de chaque année En encourageant l'organisation de marches, de courses de vélo, d'activités sportives, de loisirs et d'aménagement de parcs et d'espaces publics, l'OMS veut pousser les gens à se dépenser physiquement. Comme le déclare le Dr. Pekapuska, directeur à l'OMS, la Journée mondiale qui a pour thème « Pour votre santé, bouger » insiste sur les bienfaits de l'exercice physique pour la santé et le bien-être dans le monde entier. L'objectif consiste à associer la prévention des principales maladies chroniques, la promotion de la santé et le développement social. Pour tout être humain, l'exercice physique est un plus moyen de prévention des maladies graves. Je vérifie ma compréhension du texte. Quel est le sujet du texte ? C'est ce que nous entendrons ? Le texte parle de l'importance des exercices physiques, des activités physiques, c'est-à-dire la réparation de l'éducation de la santé et des activités physiques. Une autre question, c'est-à-dire qu'en est-ce qu'il y a la-derrée de sept inisiatives ? C'est-à-dire qu'on était le scénario du texte ? لقد أكتبت هذه المقالة السؤال الثالثة كيف ترغبت اليوم 10 مايو من كل سنة؟ نحن نلاحظ نحن نكتب في المقال الأولى السؤال الثالثة السؤال الثالثة تخير الإجمار يجب ان يقوم لسيارة الاحترام حيث يجب ان يقوم ب vacant الطابق بعد مكتب من هو دكتور بيكا بيشكا هو قلق ديركتور الوامس هو يعني مدير الوامس الوامس هي الهجم منظمة الصحة العالمية نذهب إلى تنميز الصفحة 950 ويقول لك في هذه الصفحة جو منترين على لكتور معناها أن أتدرب على القراءة جاعة تنميز الصفحة جو مناقصة لكتور معناها أن أتدرب على القراءة ويقول لك تنميز الصفحة العالمية نعم ليس لك تنميز الصفحة العالمية على قراءة زينيوية على قراءة زينيوية على قراءة زينيوية نحن مجدد ترجمة نانسي قنقر أعلم لماذا المدير المنظمة الصحة العالمية يشجع التمارين الرياضية أعلم لماذا المدير المنظمة الصحة العالمية يشجع التمارين الرياضية أعلم لماذا المدير المنظمة الصحة العالمية يشجع التمارين المنظمة الصحة العالمية يشجع التمارين الرياضية المنظمة الصحة العالمية يشجع التمارين المنظمة الصحة العالمية يشجع التمارين الرياضية علي السبب البوري يجب أن ينجحك للجرباء المتعرفة على الفيزيزية أقول أنها مهامة لأنها تريد العجومية المتعرفة إلى الشيخ يوجد الكثير من العالمية على المخارفة على المحضة أو المحضة على المحضة أو المحضة للجرب؟ La journée mondiale de l'exercice physique est un événement important. اليوم العالمي التواصل الرياضيه هو إذنه يدف مهم. C'est vrai. La journée mondiale de l'exercice physique a lieu le 5 juin de chaque année. يعني هذا اليوم هو في 5 مايه سيفو هو لدي مايه الإجزارسيس فيزيك إتن أكسلون موين دبريبنير للمالادي كرونيك سيفره يعني حاجة سهلة صلاة كله أعزائي سألتبحتوا معي وخطوة بخطوة نتلقى وصلاة في عزة التجيل ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة